السلام عليكم أصدقائي متابعي قناة سيمو براتيك من جديد لدينا هذا الباكارد بيل به مشكلة لا في الشارج أي أنه لا يظهر بيانات على الشاشة مشكلة شاشة سوداء مع اشتغال كما تلاحظون مع اشتغال لمبة التشغيل لمبة الشارج بجانبها فهما يشتغلان بطريقة عادية لكن الشاشة لا تظهر بيانات طبعا هذا المشكل فهو متكرر في معدم الأجهزة خاصة أجهزات العصير والباكارد بيل أنسى القوم بتأكد من الرامات طبعا ترى قد تأكد من الرام أقوم بقلب مكان الرام وتنظيف المكان بهذه الطريقة أقوم بتنظيف مكان الرام ثم قلب ثم التجربة الآن سأريكم كيف أعرف أن هذا المشكل مشكل بسيط أو لا أول شيء أقوم بوضع شاحن الشاحن على الحاسوب وألاحظ اللمبة هل تشتغل دماراج مباشرة بعد أن قمت بتركيب الشاحن لاحظ أنها تشتغل لاحظه تشتغل إذن هذا مشكل يجب أن لا تشتغل اللمبة مع الشاحن مباشرة مباشرة إذن هنا نكتشف أن هناك مشكل وتابعوا معي لنعرف السبب ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر 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 الصغيرة هنا. فهي سبب المشكل بكل بساطة. حينما تفرغ تماما سفر فولت لاحظوا حينما اقوم بقياسها. لاحظ انها سفر فولت. حينما تفرغ يقع هذا المشكل الغريب. اذا انا ساعتمد على واحدة واحدة اخرى ليست جديدة. فقط اقوم بنزعها من احدى البطاقات او الكارتات الاخرى القديمة. هذه البطارية الصغيرة فهي تشتغل جيدا ثلاثة فولت فهذا جيدا. اذا ساقوم بتركيبها وساكتشف هل سيشتغل الجهاز او سيعطينا بيانات في الشاشة ام لا. موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة